أعلنت مصر الحداد ثلاثة يام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا ضحايا الكارثة الطبيعية التي ألمت به وقد تقدم السيد الرئيس عفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكوارث الطبيعية الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا وإحنا هنا نتقدم بكل التعازي لأهلنا العرب في المغرب وليبيا وربنا يرحم الضحايا ويوسر إجراءات الإنقاذ ومحاولة البحث عن المفقودين طبعاً كلنا شفنا الأيام اللي فاتت المساعدات الإنسانية اللي أرسلتها مصر للمغرب وليبيا تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عفتاح السيسي الذي أصدر هذه التوجيهات للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب كلنا شفنا الاستفاف المعدات والأجهزة اللي كانت في المنطقة الغربية وطلع رايحة ليبيا كلنا علمنا عن حاملة الطائرات المسترال اللي توجهت إلى ليبيا كمستشفى ميداني كلنا شفنا فرق الإسعاف والإنقاذ والأطباء والمعاونات الإنسانية مصر بتقدم كل ما تقوى عليه لمواساة ودعم الأشقاء في ليبيا وفي المغرب